مرحبا يا رضوان ونحن هنا اليوم لتحدث عن كيف تحديد مطلع مطلع لجنكينز القطع الأول هو استخدام مطلع مطلع لجنكينز لجنكينز لتبدأ مطلع مطلع لجنكز الآن على بقية ونقوم لجنكز لجنكينز لجنكينز الثاني هو استخدام مطلع مطلع لجنكز سيمس كرون جوبي سيستخدام مطلع في مثال كل دو مينوطة مثال اذهب لجنكز لجنكز ونذهب لجنكز 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 ونستخدام مطلع لجنكز 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 لذا هذا هو الطريق الثاني الثامن الطريق، لطرنت خرابخ بتمختص Whew hook انهه مئسger والابنس لذا افتح كي لجنكز لجنكز اله 해주 هذا ملجبنا ا grupos إضافة الوابهوك، اضافة الوابهوك أو استخدام الوابهوك، في حالنا سوف نستخدم الوابهوك. تحتاج إلى إضافة الوابهوك، لكننا هي إضافة الوابهوك، لذلك لا يستخدم الوابهوك. لذلك، أجدت أجهد طريقة جديدة للوابهوك للوابهوك من الوابهوك. Lithium Nricium Nordhip. لو من القuy json呢, we use a new tools called ntrac with n strawberry. ntrac with neruc, http 1818 will make our local host 1818 accessible over the Internet and create a new URL. The first URL is a HTTP URL and the second is a HTTPS or secure URL. سنقوم بغيث هذا ، اذهب إلى هنا كما ترى ، هذه الرئيسة مقابلة إلى هذه الرئيسة وتضع نظر نظام نوع راوتر Github Webhook اشترك هذا ، هذا التنظر سيأتي بإمكانك في التنظر وإن تحديد نظام 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 سأبدأ لنظام ق 힘들 جهب اتتustain معي ر Warena إلى تmiesctor سنج clause وه המلك straight نأتيahl بالح registration سنجنس اما نظام 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 Canon و لا أتذكر أن تقوم بالأث hormôn و لا تسawy determination 오�ining هذا github hook trigger عن نظامパوات تزجاج هذا الت Bilіق سإن يستطيع من لا تريد ان ذا الان غgt 유جي بعملة Restaurants أثنت عن نظام الphase luth فهو تغاية قرار لجوجة سجية جد نقصي لذا عندما نسقط فيها جيتهب سوف تتأكد نظام مباشرة للغاية هذا هو خصوص سجية جيد من القرار من الشم وكسرق هنا جيدشب m.tGTهب هم نظام جيدشب m.tGTهب كسرق خصوص وحده هنا و لا تذكر إلى طريقة بحراء الجنكينزنا . أنزع ، نعود ونزع ، ونرى كيف ترى هنا لدينا 6 ميزة . لنرى مختلفة نحن نغير مختلفة في ميزة الوطنة مثلاً vi أو vm index.js ونرى مختلفة نحن نغير مختلفة مثلاً console.log hello world git states git add index.js git commit minus m to specify our message update index.js and finally git push insert my mail and my password sorry add my password good this is push it so wait a moment here and as you can see a new build launched so as you can see here we will check the tools make a checkout from our github npm install to install dependency install latest version of angular run angular in production and finally create a tar or an artifact so this is all for today thanks for watching don't forget to like and subscribe and see you in the next video bye bye